موسيقى هنكون وعندنا تقارير كمان مصورة مع النجومنا وفرقنا ده في النص الاول النص التاني زي ما تعودنا برنامج الابطال انه يعني منتخبات مصر بكل يعني نشاطاتها بكل انتصاراتها الحقيقة ده بيبقى يوم سعيد علينا كلنا الاصل والاساس هو اسم مصر منتخب مصر وهو يعني انا واحد من ناس شرفت نلعبت لمنتخب مصر سنين كبيرة فعارف يعني ايه قيمة منتخب مصر وقيمة ارتداء قميص منتخب مصر عندنا مجموعة من الابطال الحقيقيين ابطال بجد وهو فريق منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة اه عندنا منتخب للكراسي المتحركة طب اقول لكم المفاجأة كمان والمنتخب ده لعب بطولة افريقيا في اثيوبيا اخر شهر يناير وما كناش يعني محدش خدمة يعني ما خدوش حقهم اعلامية طب اقول لك على المفاجأة الاجبر وكسبوا بطولة افريقيا والمفاجأة الرابعة بقى انهم اتأهلوا الكأس العالم اه عندنا ابطال رجالة راحوا بطولة افريقيا وعملوا اداء كويس جدا وحتى احسن لعب في البطولة مصري ونجحوا ان يفوزوا بطولة افريقيا وتأهلوا الكأس العالم اللي هتلاعب في نوفمبر 2022 انجاز كبير جدا النهاردة هيكونوا معنا طبعا كان نفسنا الكل يكون معنا ولكن فيه ظروف منعتهم يعني مجموعة كبيرة تكون موجودة لانهم بيبقى فيه مجموعة طبعا في محافظات تانية وعندهم انتزاماتهم زي ما حضراتكم عارفين انه اصحاب الهمم فعلا بيبزولوا موجود كبير جدا 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 فما بالك على مستوى الرياضة اللي عايز اقوله كمان انه هيكون معنا اربع تلات لعبين والمدير الفني هيكون معنا الكابتن عازل شريف كان المدير الفني للفريق وايضا كان القائم بعمل رئيس البعثة ويكون معنا اللاعب محمد فرج وده اخد احسن لعب زي ما قلت لحضراتكم واخد الكرة الزهبية واللعب احمد فتحي واللعب مجدي طلعت هنتكلم معاهم هنشوف صعوبات لقابلتهم عندهم حكايات كتير عايزين يحكوها معنا هنحتفل بيهم مش بس يعني هنعرف مشوارهم ومشوار الفوز ولكن النهار ده احنا بنحتفل بيهم عندنا ابطالنا كلهم لا فرق بين يعني اصحاب الهمم والاسوياء كلهم بالنسبة لنا ابطال مصر وكلهم بيمثلوا مصر وهي دي الجمهورية الجديدة هي دي الجمهورية الجديدة وهي دي روح الجمهورية جديدة كلنا كلنا بنمثل مصر واللي بيعمل انجاز لمصر احنا كمان بنكون معا هنروح لأخبارنا وهنبتدي بالبداية طبعا بكرة الياد زي ما تعود لك فريق كرة الياد عنده مطشين مهمين جدا عنده مطشين مهمين جدا عنده بكرة طلاقة الجيش هيتلاقي في منشية البكر بإذن الله وبعد بكر بإذن الله هيكون ماتشي الزمالك والماتشين دول هيكون آخر مباريتين في ختام الدور قبل النهائي في دور المحترفين لكرة تاليات